اشتركوا في القناة الامر ليس بهذه البساطة دعنا نخبرك بمتوسط المدة التي يبقاها الحشيش في الجسم بعد تعطيه وهي بالفعل مدة متوسطة لانها تختلف من شخص لاخر بناء على بعض العوامل الهمة مثل دهون الجسم فالمادة الفعالة الموجودة في الحشيش تتحد بالخلايا الدهنية مما يؤدي الى استمرار بقائها في الجسم لمدة اطول وهذا العامل من اكثر العوامل اهمية في تحديد مدة بقاء الحشيش والعامل الثاني هي الحالة الصحية العامة فكلما كان وظائف الكبد والكل اضعف كلما قلت قدرة الجسم على التخلص من سموم الحشيش ثالثا الصفات الفيسيولوجية للجسم مثل العمر والوزن والطول ورابعا تختلف مدة بقاء الحشيش في الجسم باختلاف كثافة تعاطيه فالمدمن الشره للحشيش الذي يتناوله يوميا او على ايام متقاربة يختلف عن المدمن الذي يتعاطى الحشيش على فترات متباعدة او في المناسبات فقط كل هذه العوامل تؤثر على مدة بقاء الحشيش في الجسم لهذا هذه المدة الذي سنذكرها لك الان هي مدة متوسطة كما وضحنا فمدة بقاء الحشيش في البول للمدمن الشره الذي يتعاطاه يوميا لمدة طويلة ثلاثون يوما وقد تزيد لاكثر من هذا اما مدة بقاء الحشيش في الدم فهي تتراوح ما بين ثلاث الى اربع ساعات اما في اللعاب فتتراوح مدة بقاء الحشيش فيه الى اثنين وسبعين ساعة ويوجد وسيلة اخرى يمكنها رصد المادة الفعالة للحشيش في الجسم لمدة اطول من السابق فمدة بقاء الحشيش في الشعر قد تصل الى ثلاث شهور كاملة وعلى الرغم من ان هذا التحليل حديث للغاية الا انه قد يعطي احيانا النتائج غير صحيحة اشتركوا في القناة